أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 إعلانا ختميا يحث على خفض سريع لانبعاتات الغازات الدفيئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار بدرجة ونصف درجة مئوية وأقر الإعلان الختمي بالإجماع بعد يوم من المفاوضات المكثفة صندوقا مخصصا للخسائر والأضرار في بداية هذا المؤتمر 113 من القاضة وزعماء نضمه لقمة التنفيذ لتداول حول كيفية الوفاء بجندة المناخ والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنفيذ وتم التجديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضعفة الجهود للتأكيد من التنفيذ والوفاء والوصول إلى نتائج مال مساسدة الأعضاء وسيدات إن القرارات التي تم توصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياة المناخي وقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لإستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وبعد أنشهدكم إلى تمت مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم أن العالم يتابعنا ويشاهدنا وأنشهدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنتنا بها من قبل المجتمع الدولي ولسيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشة ولذين ساهموا بأقل نسبة في التغيير المناخي بمعنى ليس هناك من معرضة تقرر الأمر على هذا أنه